بنج الفدرائي الأمريكي صرح قبل يومين أنه المحللين مالتي يتوقعون نسبة الفوائد المصرفية بأمريكا رح تبدأ تنخفض في سنة 2024 يتوقعون ثلاث مرات رح تنخفض بسنة 2024 البنج المركزي الكندي مباشرة تيف ماك للمحافظة بنج المركزي طلع هنا بكندا وقال أنه إحنا رح نراقب الوضع ونشوف تأثير الرفعات القديمة على السوق بكندا وبعدها نحدد لش وقت نبدي ننزل نسبة الفائدة بكندا طبعا السوق بكندا أكثر حساسية لنسبة الفائدة المصرفية من السوق في أمريكا لأنه بأمريكا عدهم يثبتون الفائدة المصرفية على 30 سنة من يأخذوا مورقج ويشترون بيت لكنه بكندا أقصى شيء ممكن يثبت هو 5 سنوات لذلك السوق في كندا حساس أكثر لكل تغيير يصير في نسبة الفائدة المصرفية أكيد محافظة بنج المركزي بكندا لازم يسوي هذا الشو لازم يبين أنه هم مستقلين عن أمريكا وممكن أنه يرفعون نسبة الفائدة حتى لو أمريكا ثبتت نسبة الفائدة لكن بالحقيقة هذا كله بس كلام إذا البنك الفدرالي الأمريكي وقف الزيادات في نسبة الفائدة المصرفية فكندا ما تقدر ترفع نسبة الفائدة أكثر لأن الوضع الاقتصادي الحالي في كندا سيء جدا هو حقيقة أسوأ بكثير من أمريكا وكندا حاليا ما عدم حال غير أنه يوقفون الرفعات من نسبة الفائدة وبعدين إذا أمريكا بدأت تنزل الفائدة كندا تلقائيا تبدي تنزل أيضا من هذه الأخبار يعني مجرد الحديث عن احتمالية نزول نسبة الفائدة البونز ماركت العائدات على السندات نزلت مباشرة تأثرت بشكل كبير وبالنتيجة اللي صار نسبة الفائدة الثابتة انخفضت أيضا لأنه البونز ماركت هو اللي يحدد نسبة الفائدة الثابتة يعني اليوم ممكن يتحصل نسبة فائدة ثابتة بنهايات الخمسة بالمية خمسة فاصلة تسعة ممكن حتى أقل فتوقعت الاقتصادين حاليا أنه يمكن يكون نزول نسبة الفائدة قريب ولو نزول بسيط ليس لأنه التضخم انخفض الهدف معلتهم اللي هو ثمين بالمية أصلا بكندا الكور سي بي اي هو بعده أكثر من ثلاثة بالمية والفود انفليشن تقريبا خمسة بالمية والشلطة انفليشن أصلا سبعة بالمية حتى وأكثر لذلك فتوقعت الاقتصادين بأنه نسبة الفائدة رح تنخفض هو مو بسبب أنه التضخم انخفض لكن بسبب أنه الحكومات عليها ديون كبيرة جدا بحيث متقدر تتحمل تبقي نسبة الفائدة عالية بهذا الشكل الفترة أطول وبأمريكا مثلا يقربون على الانتخابات الأمريكية البنوك المركزية على الرغم من ادعائهم أنه هم مستقلين لكنهم بالحقيقة مسيسين يحاولون دائما يلعبون بمصلحة الحكومة من تقترب من الانتخابات ميردون يخلقون أزمة مالية كبيرة قبل الانتخابات لذلك يتوقعون أنه الفدرالي الأمريكي رح يخفض نسبة الفائدة كل ما يقترب على الانتخابات ومن يشوفون بأمريكا الدين الوطني حاليا تريليونات الدولارات ما عندهم حال غير أنه ينزلون الفائدة وكندا هي تتبع أمريكا تتبع نفس السياسات التضخمية وطباعة العملة النقدية بوقت الكوفيد واليوم من أمريكا رح تنزل الفائدة كندا رح تلحقها مباشرة شنو تأثير هذا الشيء على السوق الأقاري؟ طبعا هذا الشيء رح يرفع ثقة الناس بالسوق مرة ثانية تصير مبيعات أكثر بصورة عامة ولاحظ أنه قرار الناس بما يتعلق ببيع أو شراء بيته الخاص ودائما يكون قرار عاطفي لذلك نلاحظ أن الأسعار انخفضت لكنه بعدها عالي الكل يتوقع بهذه المستوى العالي من نسبة الفائدة الأسعار رح تنزل أكثر لكن اللي صار أنه عدد عمليات البيع والشراء هي اللي انخفضت لكن الأسعار بعدها عالية ومنخفضت بشكل كبير فللاحظوا الناس حاليا دي يسحبون بيوتهم من السوق يقولون ننتظر شوية بما أنه رح تنزل نسبة الفائدة حيتحرك السوق وممكن أنهم بيع بيوتنا بأسعار أفضل لاحظت أيضا بالفترة اللي كانت تصعد بيها نسبة الفائدة كنا نقدر نتفاوض للمشترين أكثر ونحص الأسعار ممتازة من الباععين لكن حاليا من توقفت الزيادات من نسبة الفائدة ألاحظ أنه الباععين صاروا أصعب وصاروا ميردون يستعجلون بالبيع متوقعين أن الأسعار رح تبدأ ترتفع مرة ثانية وين راحين من سنة 2024؟ واضح أنه رح نبدأ السنة بعروض قليلة لأنه دائما بشته العروضة تكون أقل قد يخلق هذا الشيء نوع من منافسة بين المشترين وهذا الشيء أكيد يشكل فرصة للباععين أما بالنسبة للفائدة المصرفية فعلى رغم من أنه كثير يتوقعون أن الانخفاض رح يبدأ من صيف 2024 أنا أتوقع الانخفاض يمكن يبدأ بالربع الأخير من سنة 2024 ما أتوقع انخفاض كبير يمكن يصير ربع نقطة أو نص نقطة بالبداية لذلك اللي يريد يشتري اليوم ويحصن نسبة فائدة ثابتة بنهاية الخمسة بالمئة يمكن يقدر يشتري ويثبت أحسن لأنه يستغل حاليا بفرص ممتازة موجودة في السوق للشراء أنا دائما نقول اشتري لما تشوف ما أحد يريد يشتري ولا تشتري لما الكل يريدون يشترون بنفس الوقت تحياتي تقديري لجميع